الأيام المباركة الخير والسلام والبركة وانتحاة الإنسانية بنفحات من البركة والمحبة والسلام والأمان أخف اليوم متحدثا إليكم في لحظة يختلط في نفسي مزيج من الاعتزاز والفخر أيوة اعتزاز وفخر اعتزازي بوجود وسط أبناء هذا الوطن من كافة فئات الشعب المصري العظيم والفخر أيضا بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد وتمثيل حقيقي شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا متشكرين متشكرين وانا والله بحبوكو جدا والله بحب مصر جدا وربنا اللي يعلم ما هو طب اسمعوا هو ما حدش هو ما حدش بحب أهله ولا أيضا ما هو مصر دي أهل يعلم والله صحيح والفخر بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي والذي لا طالما كان المصريون فيه هم القدوة والمثل والملهم وخصوصا في أوقات الأزمات والشدائد ما نشهده اليوم ما هو إلى تأكيد لإرادة هذا الشعب العظيم وإزهارا لقدراته في تحويل المحن إلى منح طيب بعدين احنا حنقعد بقى بقولوكو احنا حنقعد نحب بعض بقى شكرا جزيلا شكرا جزيلا وإزهارا لقدراته في تحويل المحن إلى منح والأزمة إلى نجاح وإنجاز الحقيقة مشهد إنساني رائع ظاهره التضامن والتكافل وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى جزيل الشكر جزيل التقدير لكل من شارك في هذا النجاح من متطوعين ومؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني للعام